فأما اليتيمة فلا تقهر الخطاب لسيدنا ولكن منساحب على الأمة كلها مولانا أحيانا في بعض الألفاز كده حتى يعني بنسأل عنها يقولك الفرق بين اليتيم واللطيم يعني ما الفرق بين الكلمتين دلالة بنقول كما قال ابن خلوائه وغيره قال لا يتمى بعد بلوغ وفي حديث يرويه الإمام التبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام ومعنى اليتمى معنى الانفراد وكأن الإنسان إذا مات أبوه ولو كان معه أعمام وأخوال وأم وإخوة فهو منفرد انفرد انفرد عن المربي عن المعلم عن الكافل عن الذي يقف بجواره عن الناصح فكأنه صار منفريدا لذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبرين قال لا يتمى بعد احتلام أي إذا ما بلغ خلاص صار كافلا لنفسه قويا بنفسه بالله سبحانه وتعالى ولكن يستطيع هنا أن يطلب ما يطلبه الناس ويتكسب لنفسه ولكن قالوا أما الفتاة فهي يتيمة حتى تتزوج واليتم في الإنسان هو فقد الأبي واليتم في الحيوان عزكم الله هو فقد الأم يبقى اليتيم في الحيوانات من فقد أمه اليتيم في جانب الإنسان من فقد الأب وأما اللطيم من فقد أبواه أبواه اللطيم من فقد زيك فلان ديقولك إيه فلان دا إحنا إطلطان حينما تسمع كده عمران يا أخي إحنا تعبنا أوه دا إحنا إطلطمنا بدري إطلطمنا بدري يعني إيه يعني تبهدلنا في الدنيا يعني تعبنا وكأن وجود الأب دا بيرفع عنك عناء وتعب وتفكير لأنه ربما في بعض الأحيان يفكر لك وربما يختار لك وربما يكون بجوارك في أخذ قرارك فده مهم جدا نبقى اللطيم الذي فقد أبواه اليتيم في الحيوان من فقد أمه اليتيم في الإنسان من فقد أباه وأحيانا العرب كانت تطلق أيضا على من فقد أبواه كانت تطلق عليه يتيم موسيقى